بسماني أنا قلت قبل كده أول ما جيه والترب واليا يوم الأربع لعبه مباراة يوم الجمعة يعني معداش على الراجل تمرينة واحدة في النادي الأهلي واللعبه أساسي وجاب محمد شريف اللي جايب له أهداف تحفة ومكسبه نقاط وعمل شغل عالي 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 أم حطه فين حطه على الدكة حطه على الدكة وده كلام أنا قلته وشرحت قبل كده للي اسمعني ما ينفعش على الإطلاق على الإطلاق يعني والترباليا أول ما جيه لعبه ماتش سيراميكا على طول وفي الديئة 77 بعدما غلب طبعا أنا بقوله والترباليا لعب كبير وهيفيد النادي الأهلي جدا بس أنا بتكلم على تصرف الكوتش الكوتش زي تصرف أنا مش مدرس لكن أنا بقوله وجهة نظر ووجهة النظر دي تأكدت من المباراة اللي بعديها ديها 77 في مباراة الأهلي وسيراميكا لما ملقاش أولتر بواليا قادر لأنه ضغط على أولتر بواليا أنه حمله مسؤولية كبيرة قوي بعد 48 ساعة من توقيعه ونزل محمد شريف ما ياخدش من محمد شريف بجنيه طبعا لأنه لعب كان أساسي وملء اسمه والأبصار والحكاية والرواية وفجأة لنفسه على الدكة بمجرد ما جيه واحد 48 ساعة ركب في مكان راح بعد كده الانتاج الحربي بعدها قلنا هيصلح ويظبط وينزل محمد شريف اللي أداله أداء روعة ويخلي أولتر بواليا احتياطي وينزله زي ما النهاردة المعلم الكبير باشيكو قعد في الجاني برة ونزله آخر خمس دقايق مع الفارق ما بين أولتر بواليا وطبعا ساسي في المواقف لكن هو في النهاية تصرف فني وتصرف نفسي لكن جيه أمام الانتاج الحربي برضو لعب أولتر بواليا 70 دقيقة ونزل محمد شريف آخر تلت ساعة مدلوش حاجة ولا عمره هيديله حاجة بالوضع ده بالرغم أن أنا نشدت محمد شريف وقلت له يا محمد دوس على نفسك وانسى المواقف النفسية اللي ممكن تكون بتتعرض لها وأداءك هو اللي هيفرضك بإذن الله وانت لايبك لكن في النهاية هو تعمق جوا إحساس أنه بعدما كان أساسي وبيجيب أهدافهم كسر الدنيا وبيجول ويصول في أرجاء الملعب يمينا وشمالا ووسطا لها نفسه عديك كبردان لحساب وافد جديد والوافد الجديد بكرر كمان مرة مكسب كبير جدا للنادي الأهل بس لازم تتلعب صح ما تتلعبش كده تتلعب صح يقوم يفاجئنا موسيماني عاب قرينو في البنك الأهلي أما قاعد اللي اتنين أنا مش قادر أفهم دماغ موسيماني فيها إيه؟ يعني النهاردة نسألت لك إيه؟ أصو لما لعب أولتر بواليا سيراميكا هو بيرايح شريف عشان كسر العلم للأنديه طيب جف ماتش الانتاج الحربي برضو هي هي قال لك معلش ما هو شريف لعب كتير وبواليا عايزي ثبت أقدامه طب ماشي جينا في البنك الأهلي لدى لعب ولا دى لعب ولعب كهرباء راس حربة ما تدلوش بتلاتة جنيه ما تدلوش بتلاتة جنيه ما بقاش كهرباء اللي احنا نعرفه اللي هو بيلعب لازم يشوف اللاين اللابيض ده لازم يشوف اللاين اللابيض بطرف عينه بطرف عينه عشان يقدر يتحرك ويخشه ويفتح مساحات ويرقصه بتاعه لكن قفلوا زي ما قبل كده لو تفتكروا في أمم أفريقيا اللي المتذكر كلامي لما كان الكوتش وقتها أنا مش فاكر كم مين وقام لعب لك كهرباء راس حربة وكانت النتيجة كان كوبر كان كوبر ما هو ملك التأليف برضو فكانت النتيجة انه هو طبعا خسرنا المكان ده من أساسه يعني فجيه الأخ موسيماني في البنك الأهلي أمحاطت كهرباء راس حربة ومقعد راسين الحربة وولتر بواليا ومحمد شريف طب واحد يديني تفسير واحد لده تفسير واحد فني فني ما هو نفسي في رأيي أنا هو سقط فيه أول ما تشينه انه قاعد محمد شريف لمكسر له الدنيا ويلعب الوافد الجديد الرائع وولتر بواليا أنا شايف ان ده خطأ جسيم لكن ما علينا نروح بعد كده بقى للماتشي التالت البنك الأهلي لده ولده ويلعب واحد وينج يلعب ورس حربة وتيجي تدور في الآخر على جون أي من أشرف جون ولا مش جون مع كل الاحترام للبنك الأهلي مع كل الاحترام لكن الطبيعي في مباراة زي دي الأهلي يدك البنك الأهلي ثلاثة أربعة مستريح مستريح لو لعب صح لكن هو لعب غلط خالص وفي النهاية بدأ النادي الأهلي يتخانق على هدف جيه في نهاية المباراة ده هدف ولا مش هدف يعني يعني هل ده معقول يعني يعني موسيماني في آخر ثلاث مباراة ها لعب باربع لعبين في مركز الباك اليمين لعب أحمد رمضان بيكهم وبعد لعب أكرم توفيق وبعد لعب محمد هاني وبعد لعب حسين الشاعات لما محمد هاني الصب وطلع قال له مع أنه أكرم توفيق كان روعة في ماتش سيراميكا وكان في منتهى الجمال لكن فرقنا الماتش اللي بعديه غاب كأساسي أو احتياطي قدام البنك الأهلي مش موجود خال فالرجل يوفي يصلي ورا الدكة يدعي بقى على مين ما عرفش عملية يا جماعة ما عرفش كل الاحترام لموسيماني كل الاحترام لدماغه لكن كمان لازم يا جماعة الناس اللي حواليه يتكلموا معاه لا ما ينفعش أسه ده النادي الأهلي النادي الأهلي ده مش حق للتجارب إطلاقا بحدش يقول اللي حصل ده ما فيش واحد فني يقره ما فيش واحد فني أتصور هذا يقره تحت أي عنوان من العنوين اللي عمله ده ما يتعملش يعني أي كوتش عنده أفكار بسيطة جدا جاله واحد يوم الأربع رسحاربة مكسب وانا قلت ده مكسب كبير جدا جاله يوم الأربع عندي ماتش يوم الجمعة عندي رسحاربة مكسر للدنيا أساسا اللي هو محمد شريف وجيب لي أهداف وأسسته وبتاعه حكاية رواية أبدأ بمحمد شريف وبعدين والتر بوالي الرائع يخش له بديل في الدقيقة ستين خمسة وستين ماش الماتش الثاني الطبيعي برضو نفس القصة أبدأ بمحمد شريف طبعا ما عملش كده في الماتش الأولاني وبدأ بوالي نفس القصة الماتش الثاني ثم يفاجئنا عبقرينه في الماتش الثالث لا ده بيلعب ولا ده بيلعب شيء رهيب وعجيب وعلامات استفهام وجعل النادي الأهلي يتخانق على كورة أيمن أشرف هي ده هدف وده هو كان في غين عن الكلام ده كله لو صديقنا موسيماني لعب صح كان ممكن جدا مع كل احترام مرة تاني البنك الأهلي إنه هو يعمل كل اللي هو عايزه النادي الأهلي كل اللي هو عايزه لو لعب صح لكن ده راجل لخفن الدنيا خسر كهرباء على الطرف أدي واحد أدي مركز خسر كهرباء كراس حربة أدي تاني مركز مركزين خسرهم في مباراة هو محتاج جدا للأمام للجزء الأمامي عشان ده دول بيجيبه لجوان هذا هو حياة موسيماني وتصرفه الفني الذي لا يقر أي عقل فني أتصور هذا على الإطلاق تصور اللي حواليه لازم يتكلمه معا اشتركوا في القناة